وفي لقاء خاص لتلفزيون المصري أكد عدد من النواب أن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة وعناية فائقة بالأسرة المصرية وخاصة الطفل المصري إحنا في مصر عندنا إدارة أو سياسة نجاحة لاستغلال الموارد أو حتى لو فيه قردنا محتاجه التعليم والصحة دول بيعتبروا هم العمود الأساسي لما بتبني أي دولة في الدنيا عايز تنهض بأي دولة في الدنيا أو أي دولة تنهض بالتعليم أولا ثم بالاهتمام بصحة المواطنين أو شعب هذه الدولة إحنا في الدولة المصرية عبرنا مرحلة صعبة جدا وده بفضل دعم قطاع التعليم والصحة في الوقت الحالي إحنا عندنا فيه أزمة عالمية محتاج أن أدعم التعليم مرتبط بمعايير دولية والصحة مرتبط أيضا بمعايير دولية فأنا محتاج أن أدعم هذين القطاعين مشروع مهم جدا تقدم بيه سات النهيب عبدالهاد القصب والنهيب الدكتورة أمل زكريا وكان مشروع بيخص بتنظيم المجلس قوام الأمه والطفولة وده بينبثق من رؤية الدولة المصرية تجاه أهمية الأسرة المصرية وأهمية الطفل المصري لدى الدولة المصرية والحقيقة أن دستورة 2014 وتعديلاته في 2019 بينص ويولي اهتمام كبير جدا بهذا الأمر بتتماشى رؤية وفلسفة هذا القانون مع رؤية وفلسفة استراتيجية الدولة المصرية لحقوق الإنسان التي أطلقها فقامة الرئيس في 2021 وبيحظى فيها الطفل باهتمام بالغ جدا الحقيقة كمان أن المنظمة أو الجماعية العامة لأم المتحدة الحصة بشؤون الطفل والأمومة الحقيقة أنها كمان كان من ضمن توصياتها لكل المجالس القومية المرتبطة بهذا الأمر أنها تكون مجالس مستقلة ومجالس لاستقلالية مالية